عندنا الحقيقة مجموعة من المنجزات الوطنية ومن أبرزها فيما يتعلق في موسم الحج والعمرة حيث أعلن وزير الحج والعمرة اللي راح يلتقي أو يلتقى معالي وزير الحج والعمرة معالي الدكتور التوفيق بن فوزان الربيع اليوم في فندق الماريوت وتحديدا في مدينة الرياض سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة طبعا هذا ضمن مبادرة جسور اللي تنفذها الوزارة لأول مرة وذلك للتعريف بأحدث الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وش أبرزها منصة نسك للحج طبعا يعد هذا اللقاء هو باكورة برامج مبادرة جسور اللي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز العلاقات وكذلك التواصل بين الوزارة وإيضا الدول حول العالم والتعريف كذلك بالجهود اللي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج الدول الأوروبية من المواطنين والمقيمين فيها وكذلك من أجل يتم إضاح تسهيل لإجراءات القدوم للمملكة من أجل أداء مناسك الحج لهذا العام الجاري عشرين ثلاثة وعشرين بيسر وطمأنينة وكذلك من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة إضافة كذلك إلى بيان البعد الإثرائي لرحلتهم لأجل تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة عشرين ثلاثين الجدير بالذكر أن اللقاء تضمن التعريف بجهود الوزارة في تقديم الحلول الرقمية لضيوف الرحمن خلال الحج هذا العام إضافة كذلك إلى مجموعة من التسهيلات المقدمة لمواطني المملكة وأيضا المقيمين فيها الحقيقة مجموعة من المجازات خصوصا لجهود وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ونلاحظ يعني ما شاء الله تبارك الله مجموعة من المجازات في وقت قصير وفي فترة وجيزة تم إنجاز يعني مثلا على سبيل المثال تم تحديث مجموعة من الخدمات في تطبيق نسوك للحج وكذلك نلاحظ مجموعة من الخدمات المقدمة من وزارة الحج والعمرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعلهم يعودون بالسلامة يا رب هذا كان حديثنا الأول